في مصر كان هناك تيار إسلامي ناضج وعريق لكن لم يقدم الإخوان النموذج المعتدل سمح لهم الغرب الوصول للحكم عبر صناديق الديمقراطية ربما كانت فترة تجربة لكني أرجح أنها مجرد فخ للإبادة الإخوان لم يفهموا اللعبة دعموا حماس وأيدوا الثورة السورية والربيع العربي ولم يقدموا الولاء لإسرائيل كانوا أقرب إلى أربكان من أردوغان فكانت النهاية حتمية الغرب دعم الجيش الأكثر استبدادا من جيش تركيا وانتهت التجربة بمجزرات رابعة أمام كاميرات العالم ومجددا الغرب لم يدعم الديمقراطية الليبرالية المتمثلة في البرادعي وإيمان نور ولم يدعم حتى الإسلام المعتدل المتمثل في أبو الفتوح مثلا بل ترك العلمانية العسكرية تكرر اضطياد أتاتورك للإسلاميين وتعود بالزمن إلى الوراء